كما قلنا في الفاصل قبل أن نبدأ الحلقة هناك كثر من المشاهدين الكرام ربما يختزلون عمل البرلمان في ذلك الجلسة التي تكون مبثوثة على الهواء مباشرة يبدأ عندها عمل البرلمان وينتهي وكذلك ومثال اليوم أصبحت صورة نمطية في الأشهر القليلة الماضية مع مجموعة من الاعتقالات مع مجموعة من الأسماء التي تنتمي لهذه المؤسسة الدستورية التي ارتبطت بمجموعة من القضايا وبالتالي كثر الحديث وأنت قلت في جملة بعدك على مستوى البرلمان وأنتم تناقشون تقرير المجلس العلال الحسابات قلت إن نظرنا إلى المجلس العلال الحسابات وما يقول في تقريره وأن هناك فساد عام أو بطريقة أخرى عبرت عن هذه الفكرة هل اليوم بالفعل هذه المدونة قادرة على صيانة حماية وأن تكون جانب وقائي لمؤسسة دستورية كما تفضلت يفخر بها القاصي والداني وأن لا يسئ لها فرد مهما على شأنه وأي جهة سياسية ينتمي إليها وأتذكر مرة أخرى أحد خطبة جلالة الملك قال الأحزاب عندي سواسية معنى آخر الكل في ميزان واحد لا فضل لهذا أو لذاك قبل ما ن... هذا لابد نوضحه واحد الأمر باش ميكونش فيه واحد النوع ديالتأويل غير صحيح خاصة أن لما كنت تكلم عن المدونات الأخلاقيات مجموعة من البرلمانات الدولية كيتصلوا كين وصلتوا وش تخرجوا ذلك شيء ذلك النقاش اللي كانت ضاير في هذا إذن إحنا لسنا لوحدنا في العالم نعم ومجموعة من البرلمانات بلا ما نتكر الأسماء بالتالي بغيرت نوضح واحد الأمر جد مهم أن النائب البرلماني أن النائب البرلماني يمارس صلاحياته الدستورية والنظام الداخلي بكل حرية وما كانش تضييق الخناق المشاكل اللي واقعها لهادوك النواب البرلمانيين عندهم مشاكل خارج خارج البرلمان إن دا لا علاقة لها بالبرلمان وهذا الأمر لا بدنا نوضحه لأنه طرحات أسئلة واش حكومة المغربية واش الدولة المغربية تضييق الخناق على النواب أو على البرلمانيين فالتالي هادو نواب اللي عندهم مشاكل في تدبير الشأ المحلي أو مشاكل أخرى خارج التدبير بشكلين عام الصحافة طبعا الحال كتشوف غير المنصب السامي صفة الصفة نعم لا هو في نفس الوقت كان لأنه تدبير المال ما كيش في البرلمان والتدبير ذي المال كان في الجماعة أو في شيء هذا في البرلمان هو القيام بأحد المهمة ذي التشريع والمراقبة والتقييم والديبلوماسية البرلمانية ما فيهاش تدبير الأموال وكان الحرية المطلقة كما هي منصوص عليها في الدستور وكما هي منصوص عليها في النظام الداخلي لا بدنا نتوضيح هذا الأمر لكن لا يمكن أن تنفي عنه الصفة العضوية في هذه المؤسسة الدستورية لا أنفي عنه الصفة غير فقط لا يوجد نهب للمال العام بصفته أو تدبير أو إلى غير ذلك لا يوجد لا توجد متابعة لنائب برلماني قام بدوره داخل البرلمان جميل